مطرب الرعب الشهير ويكز كان بتصدر التريند الأسبوع ده برضو لأكتر من سبب السبب الأول هو أغنيته الجديدة البخت واللي قربت من 15 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع واحد وطبعاً كالعادة الأغنية نفسها عملت حالة من الجدل الكبير بين الناس فهنلاقي أن الجمهور انقسم بين مؤيد وشايف أن الكلمات جديدة واللحن حلو وبين الناس تانية شايفة أن الكلام مش مفهوم وندم مش كلام أغاني أصلاً الفكرة أن في ناس كتير قوي من الفنانين والجمهور عجبتهم الأغنية ومن الفنانين هنلاقي شيكو واللي نزل ستوري على صفحيته في الإنستجرام وهو مشغل الأغنية هنلاقي كمان دورة وليلة وملك أحمد زاهر وطارة عماد وغيرهم كتير من الفنانين اللي ادفع له مع الأغنية وقالوا أنها عجباهم قوي لقينا ناس كتير تانية كتبين في تعليقات على الأغنية أنها مش عجباهم وأن الكلمات مش مفهومة وبعضهم كمان قال دي مش كلمات أغاني خلوني بس أقولكم حاجة مهمة قوي في الموضوع ده سواء اتفقنا أو اختلفنا مع اللي بيقدمه ويجز والأغاني بتاعته لازم نقول أن ليه جمهور وجمهور كبير كمان بدليل النورغنية في أيام قليلة قوي أرابط توصل ل 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب